بالرباط انعقد مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد العثماني رئيس الحكومة وتدرس المجلس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية والثاني بأحداث تعويض خاص عن تدقيق لفائدة الموظفين المزاولين لمهام تدقيق بالمحاكم المالية ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتحديد العناصر الداخلة في تركيب الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقصاط المؤدات في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز واختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور